فتح هذا الباب للتمديد للبلديات يستوجب حكما التأكد من إقفال هذا الباب أمام إجرائها والمفتاح مصادقة عونية على التمديد في جلسة الخميس التشريعية تسبقها زيارة إلى وزارة الداخلية الاثنين لطرح تساؤلات يقول التيار أنها كونت لديه انطباعا أن الجاهزية اللوجستية غير كافية إلا علاقة بدوير النفوس، إلا علاقة بالمحافظات، إلا علاقة بالمعلمين، إلا علاقة بالأجهزة الأبنية يعني في كثير أسئلة بات أن تنسأل حول شو نعمل بالنسبة لكله من هلأ للأسبوعين الجايين الجوزية الشعبية يعني اليوم كم ترشيح صار حاصل في مناطق أول شي فيها عمليات عسكرية فيها مناطق الناس ما بتطلع عليها خوفا من عمليات عسكرية حتى فكرة تجزئة البلديات بالمناطق الأخرى تتطلب مشاركة بالجلسة التشريعية هنا كمان هذا موضوع بدو درس على المستوى الدستوري إذا هناك فيه فيه إمكانية تطعن بهذا الحالة إنه ما فيك تعطيه واحد بنتخبوه لست سنين واحد بنتخبوه لأربعة في عدم موسيويت هنا المدى العاشرة من قانون البلديات تنص بوضوح على أن ولاية البلديات هي لست سنوات لكن داعمي طرح الانتخابات البلدية من دون المناطق المعرضة للعدوان الإسرائيلي يستندون إلى سابقة عام 1998 وتطبيقها يفترض آلية تشريعية من مرحلتين إصدار قانون على غرار القانون رأم 665 على 97 حين صار استثناء الجنوب واستثناء المناطق التي هي تحت النير الإسرائيلي على أن يلي ذلك وبعد انتهاء العدوان إلى الذهاب مجددا إلى مجلس النواب لاستصدار قانون على غرار القانون رأم 665 على 2001 من أجل إلزام الحكومة بإجراء هذه الانتخابات في هذه المناطق مع تحديد تاريخ انتهاء ولاية هذه البلديات هي تنتهي مع انتهاء ولاية المجالس البلدية في لبنان عامة هاتان المرحلتان لا يمكن دمجهما نظرا إلى عدم إمكانية التكهن بموعد انتهاء العدوان الإسرائيلي بحسب مالك الذي يوضح أنه بموجب سابقة 1998 استثني الجنوب وحصلت انتخابات بتاريخ 9 أيلول 2001 في المناطق المحررة وامتدت ولاية البلديات المنتخبة حديثا حتى عام 2004 وليس لست سنوات كمنص قانون البلديات وفي حين يؤكد أن كل قانون معرض للطعن أمام المجلس الدستوري لكنه يرجح أن لا يجدي يطعن نفعا لأن المجلس الدستوري قد يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية واستمرارية المرفق العام